يرزح القطاع الاقتصادي تحت الركود وتنال الصناعات اللبنانية لسيما الغذائية حصة من هذه الأزمة إنما البعض يرى في النزوح السوري إنعشاً نسبياً للصناعات الغذائية الوجود السوري لليوم والنسحين السوريين موجودين في لبنان اللي تعدادهم صار بحدود تلت سكان لبنان هذا من الطبيعي يريد زيد الاستهلاك على منتجات الغذاء في معظم الأحيان تأتي المساعدات للنازحين السوريين من الخارج إلا ما يعاد تعبئته وتوزيعه في لبنان في عندك جهات مانحة عم بيقدموا غذاء للوجود للنسحين بس المساعدات اللي عم بيقدموها جزء كبير منها عم بيونشرها من خارج لبنان المفترض هالجهات المانحة تشتري منتجاتها من سوق لبنان عم بيتغيبوا شوي الشراء من لبنان بسبب نحن كلفة إنتاجنا في لبنان أعلى من الدول الشقيقة بالإضافة إلى ذلك تواجه الصناعات الغذائية مزاحمة جديدة تتمثل ببضائع المصانع السورية التي تأسست في لبنان ودون أي ترخيص أو خضوع للضرائب هدول للأسف عم بيشتغلوا اليوم بدون ترخيص مضبوطة عم بيأخذوا من درب الصناعي اللي عم بيشتغل عنده مصريين وبالضمان عنده كل أراءه الأنونية عم بيشتغل فيها للأسف هدول في جزء منهم عم بيشتغل بغير طريقة أنونية ما حدا عم بيقدر يرقبون هدول عم بيخلقون لنا منافسة وحتى اليوم لم يلقى الصناعيون تجاوبا على مطالبهم والمنافسة تتزايد والأزمة الاقتصادية مستمرة ترجمة نانسي قنقر